اهلا بكم المباحثات الثلاثية بين روسيا وتركيا وإيران ومؤتمر سوتي والموقف من نظام الأسد كانت أبرز المواضيع التي تناولتها الصحافة التركية خلال الأسبوع الماضي بداية جولتنا مع صحيفة حريت والكاتب مراد يتكن وعنوان يجب الانتباه للمناورة الإيرانية في سوريا حذر يتكن الحكومة التركية من مغبة ترك المفاوضات والانجرار خلف الاستفزازات وتساءل الكاتب في مقاله هل يمتلك الرئيس الإيراني روحاني زمام السيطر على جيش بلاده في سوريا على غرار كل من بوتين وأردوغان الذين يسيطران على جيشهما فيها من المسيطر الفعلي على الجيش الإيراني؟ روحاني الذي سيحضر الاجتماع أم الخميني؟ أسأل هذا السؤال لكون الجيش الإيراني يتبع بحسب دستور البلاد لرئيس الجمهورية إلا أن قوات الحرس الثوري الإيراني التي لها أهميتها الكبرى والحاضرة بقوة في سوريا تتبع للقائد الديني الخميني أما سامي كوهين فكتب في صحيفة ملييت كيف سيكون الحل السياسي في سوريا لفت كوهين إلى الانتباه إلى أن التغير الذي طرأ على الموقف التركي فيما يخص الاتفاق بين بوتين وترامب بشأن سوريا قبيل مغادرة أردوغان إلى روسيا مطلع الأسبوع المنصر وبعيد اجتماعه مع نظيره الروسي وقال الكاتب لا يخفى على أحد أن الاتفاق الروسي الأمريكي يطفي شرعية على نظام الأسد والجميع بات يدرك أن النظام السوري المدعوم من قبل روسيا وإيران اكتسب قوة في سنة الأخيرة فضلا عن كون إدارة ترامب تخلت عن أولوياتها في البحث عن حل من دون الأسد وتصريح أردوغان بعيد اجتماعه مع بوتين يعني قبول أنقرة بهذا الحل وما يهم أنقرة في الوقت الحالي هو جعل ما أسمته بالخط الأحمر المتمثل ببي واي دي وبي كي كي خارج هذا الحل السياسي وفي صحيفة خبر ترك نقرأ إدلب مركز الحل السياسي في سوريا للكاتب محرم صاري كايا رأى صاري كايا أن إدلب هي السبب التغير في الموقف التركي إزال اتفاق الروسي الأمريكي فيما يخص الحل السياسي في سوريا ولفت الكاتب لأن استخدام أردوغان بعيد اجتماعه مع بوتين عبارة حكومة دمشق بعدما كان يستخدم سابقا عبارة النظام خير دليل على الليونة في الموقف التركي وأضاف الكاتب وصف نظام الأسد التواجد التركي في إدلب بالانتهاك وعلى الفور تلا هذا الوصف خطوتان من روسيا الأولى دعوة بي واي دي لحضور مؤتمر سوتي والثانية إعلان اتفاق حل سياسي بشأن سوريا بين كل من ترامب وبوتين إلا أن إثارة أردوغان أضاف الكاتب عن سبب تواجد العسكري لواشنطن وموسكو في ظل بحثهما عن الحل السياسي أدى بروسيا إلى اتخاذ خطوة إلى الخلف والتراجع عن دعوة بي واي دي وبالتالي التوصل إلى حل سياسي فيما يخص سوريا باتفاق روسي تركي والهدف الرئيس بالنسبة إلى تركيا من كل ما سبق هو إفساح المجال أمامها أكثر فيما يتعلق بمحافظة إدلب وختاما مع حسن بصري يالتشن في صحيفة تقويم وعنوان اللقاء مع الأسد تساءل يالتشن في مقاله عن الأسباب التي قد تؤدي بأنقرة إلى إعادة النظر في علاقتها مع نظام الأسد بالقول ما الفائدة من إعادة تركيا لعلاقاتها الدبلوماسية مع الأسد الذي يأتمر بأمر روسيا أليس من الأفضل بالنسبة إلى تركيا في مثل هذه الحالات التعامل بشكل مباشر مع روسيا وإيران المسيطرتين على نظام الأسد بدلا من التعامل مباشرة مع الأخير الذي لا حول له ولا قوة قد يكون السبب في ذلك هو إعطاء ضمانات وتسهيلات لتركيا فيما يخص عفرين ومنبج وربما اتفاق ضد بي كي كي إعادة تركيا علاقاتها الدبلوماسية مع الأسد سيأخذ من الأخير وليس تركيا إلا في حال حققت أنقرة مصالحها شخصية ولذلك على تركيا أن لا تعطي شيئا من دون الحصول على مقابل والآن مشاهدين وقبل النقاش مع ضيفنا في الاستوديو الصحفي التركي بولين شاهين حول عنوين هذا الأسبوع هذه جولة قصيرة في مواقع التواصل الاجتماعي التركية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بك ضيفي بولين شاهين الكاتب والصحفي التركي لو بدأنا من الاستعراض للمقالات قبل قليل يعني الحديث دائما عن مؤتمر سوتيشي الذي دعت إليه روسيا كان هناك قرار تركي بعدم الذهاب أو رفض هذا المؤتمر بسبب دعوة بي دي في حال أصرت روسيا على دعوة بي دي ما الذي يمكن أن تفعله تركيا تجاه هذا الأمر هناك تهديدان بالنسبة إلى تركيا التهديد الأول يستمر منذ 30 عاما وهو تهديد تنظيم PKK تنظيم PKK يهدد بتقسيم تركيا ففي تركيا تعداد سكاني للأكراد كبير جدا ولذلك هذا التهديد هو بمسابة تهديد وجود بالنسبة إلى تركيا وما يمكن أن يقام على حدود تركيا من ممر الهابي فتركيا تدعم المعارضة للحلولة دون إنشاء هذا الممر وكذلك تتخذ موقفا مشابها تجاه حزب الاتحاد الديمقراطي فهي تصنفه بأنه تابع لتنظيم PKK هذا السيد بولانت هذا الأمر أو هذا الحديث معروف لدى الجميع ولدى تركيا لكن ما هي خيارات تركيا في حال أصرت روسيا على جعل بيده جزءا من مؤتمر سوتي ولاحقا جزءا من الحل بصيغته الحالية من المحتمل في حال أصرت روسيا على وجود بيده فإن تركيا لن تحضر مؤتمر سوتي ذلك لكون أن حكومة حزب العدالة والتنمية ستدخل في موقف حرج في حال تمت دعوة بيده إلى سوتي ولذلك لن ترغب حكومة حزب العدالة والتنمية بالتواجد في مكان يتواجد فيه حزب الاتحاد الديمقراطي ولذلك لا أظن أن تركيا ستحضر حضورا رسميا في سوتي ألا تعتقد بأن خيار مقاطعة سوتي ربما سيضع تركيا في موقف محرج خاصة علاقتها مع الولايات المتحدة ليست جيدة علاقة مع الأوروبا ليست جيدة اليوم الحليفة هو روسيا وتالي يعني توتر في العلاقات بين روسيا وتركيا هل هي في موضع قوة يسمح لها برفض ذلك هنا توجد معادلة تتقاطع فيما بينها محاولة الانقلاب في 15 تموز أو المجموعة التي قامت بها هو تنظيم الكيان الموازي والشخص الذي قاد هذا الانقلاب يتواجد فيه أمريكا ورأينا الفضيحة السياسية التي حدثت أو التي وقعت في حلف الشمال الأطلسي والتي انعكست أيضا على الإعلام التركي فالتقارب التركي والروسي نتيجة الانقلاب وما يحدث في الغرب شكل بالإضافة إلى ما سبق يوجد تهديد بأيدي حزب الاتحاد ديمقراطي ولذلك تركيا تقعد ضمن تقاطعات تشكل تهديد لكن أنا أقول يعني هذه التقاطعات لا تسمح لها برفض ما تدعو إليه روسيا يعني هذا العلاقة السيئة مع أمريكا تدفعها للقبول ربما أظن أن الرئيس التركي أردوغان والإدارة لن توافق على أن تتواجد في الموقف نفسه مع حزب الاتحاد الديمقراطي أظن بأن الحكومة التركية قد ترسل ممثلين من الدرجة الثانية ربما تحضر بتمثيل منخفض لكن سيد بولانت عندما نتحدث عن رفض تركي لمشاركة بيدي الحديث اليوم عن لهجة أو نبرة مخففة تجاه نظام الأسد هل تقبل تركيا إعادة العلاقات مع بشار الأسد وخاصة بعد زيارة الأخيرة للرئيس التركي إلى روسيا وحديثه بشكل غير مباشر ربما عن حكومة دمشق كما شاهدنا في إحدى المقالات هل يعني هذا قبول بعلاقة مع بشار الأسد من الممكن أن نقول أن رؤية تركيا قد يفهم البعض أن هذا الموقف هو تفريق من قبل الحكومة التركية بين نظام الأسد وشخص الأسد وإن كان أردوغان لا يقبل بالأسد فقد تقتنع تركيا بحكومة انتقالية في ظل وجود النظام مع معارضة الحكومة التركية لشخص الأسد وتركيا حددت موقفها وستطلب وستؤكد على موقفها بأنها ترفض وجود الأسد لأن الأسد بنظر أردوغان هو قاتل للأبرياء ولذلك لن تقبل إلا بحكومة انتقالية يحظف فيه الأسد روسيا اليوم تتحدث عن ربما وتحاول دائما إعادة تعويم الأسد أو إعادة الأسد كرئيس شرعي تركيا كان لها موقف رافض وحازم تجاهها الأسد يعني بدأت ربما تبدأ اليوم بقبول مبدأي أو بقبول فترة محددة ثم يعني فترة دائمة هل برأيك يعني ربما تتغير السياسة التركية باتجاه قبول للأسد روسيا هنا كطرف أقوى تحاول أن تقنع تركيا بهذا الأمر ولكن أرى أن تركيا قد تلين إزاء هذا الأمر ولكن على إدارة أردوغان حينها أن تشرح للشعب التركي عن التغير في الموقف فكيف لتركيا أن تقبل برجل وصفته بأنه قاتل للأطفال مرارا فقد سفكت الدماء في سوريا والمئات الآلاف من السوريين لقوا مصرعهم ولذلك علينا نحن الآن أن نصبر في المرحلة الانتقالية لكن ثمت فوائد لا ترى أن الحكومة التركية ربما ستحصل على فوائد من إعادة العلاقة مع بشار الأسد وخاصة في ملف الكردي في حال طورة تركيا أو صححة تركيا علاقاتها مع نظام الأسد فلن تستفيد الشيء فالتعود العلاقات إلى سابق عدية فلن تحضر تركيا بأي إجابيات من هذا الأمر فالتركيا تؤيد المعارضة ولكن فيما يخص تركيا لدى الشعب التركي رأي عام وهو أن الأسد هو قاتل للأطفال فالشعب التركي لا يعارض وجود اللاجئين على أرضه إلا أنه قد يعارض كون الأسد سيبقى في المرحلة الانتقالية والحكومة والشعب يقتنع بأن اللاجئين سيعودون في يوم من الأيام إلى بلادهم ولذلك سيرغبون بالحل السياسي الذي يعود بالمزايا للشعب السوري فإعادة تركيا لعلاقاتها مع نظام الأسد يعني ذلك أنها تؤدي بنفسها إلى التهلكة ولكن أرى أنها ستقبل بتصحيح نوع من علاقاتها فقط لاتهيئة للمرحلة الانتقالية القادمة ولكن إعادة العلاقات إلى طبيعتها لن تعود بالفائدة لتركيا الفائدة الوحيدة التي ستجنيها هو أن نظام الأسد كما نعلم يؤيد وحدة الأراضي السورية وهذا سيحول دون تقسيم سنرى ذلك خلال الأشهر القادمة ما هي طبيعة العلاقة؟ هل ستعاد بشكل جيد أم بشكل كامل أم بشكل غير مباشر عبر روسيا؟ السيد بولانت شاهين الكاتب والصحفي التركي شكرا جزيلا لك على هذه القراءة وعلى هذه المعلومات بانتشكرا لك والآن مشاهدين عودة للزميلة ألا وفقرت معكم والحديث عن الجدار العازل صحيح أمار هذا الأسبوع سوف نتناول قضية الجدار العازل على الحدود السورية التركية والذي يعتبر ثالث أطول جدار عازل في العالم اليوم بعد مضي الأربع سنوات على البدء بأعمال بنائه إلا أنه يشارف على الانتهاء مشاهدين بعد الفاصل ما هي إيجابيات وسلبية الجدار العازل ابقوا معنا